السلام اليوم راح نعمو مع باطاتا محشية بالسردين في الفرن بطريقتي ونشوفوا مع بعضنا طريقة عدد وصفة نبدأ بسم الله هنا عندي تقريبا ماتين وخمسين يعني نصر طلت عسردينة نضفين مليح بالطريقة هادي عندي هنا البطاطا نضفتها وعملتها بالطريقة هادي نحيت لها يعني كدي عملتها حفرتها شوية بها نحشي فاها والبطاطا هادية لي نحيتها كي حفرت البطاطا تيغي أطبختها في الماء بشوية ملح ونمعسها بالطريقة هادي وندخلها في الحشوة تيغي أطبختها كي ما قادي نشوفوا نمعسها بالفرشيطة معني بالطريقة هادي هنا عندي بصل وعندي معدنوس وهندي زوز صوص توم نزيدهم هنا انا عندي نص بصلة صغيرة هي لقصيتها وزدتها للحشوة تيغي كي ما قادي نشوفوا نزيد هنا شوية ملح نزيد زنجبيل ونزيد فلفل كحل نزيد هنا يعني معكر حار في حالة انتوما يعني ما حبيتوش الحار يعني تقدروا تستغى يعني تنحيوها يعني مش مشكلة وتعوضوه بالمعكر حلو نزيد زنجبيل نزيد البطاطا المهروسة دي لطبختها للخليط تاعي ونزيد هنا يا زوز مغارف اكبار معمرين تاع شابلوخ ونبدأ نخلط امليح بالطريقة هادي الوصفة هادي سهلة وتوجد حتى هي في دقائق يعني ما تدلكم بسرعة مش وقت نحط الخليط تاعي الحشو عاجها ونروح هنا يا كي ما قلت لكم هذه البصلة اللي بقات لي نص البصلة اللي بقات لي قصيتها وحطيتها في البلاتعي واللي حنحطه في الفرن والسينية حنحطها في الفرن نحطها بالطريقة هادي نحط شوية زيت زيتونة هذا قدروا تعاوضوها يعني بالزيت العادي يعني من الاحسن تانية تعملوا زيت زيتونة في المرحلة هادي نحشي البطاطا تاعي بالحشوة ديه تاع السردين اللي عملتها ونحطها يعني في الفمها نكي نقلبها على فمها في الشابلوخ ونحطها في البلاء بالطريقة هادي هنالفكرة واضحة في المرحلة هادي كي ما قلت نشوفه بعد ما كملت حشيت البطاطا تاعي كاملة بالطريقة هادي نزيد هنا يا العراف تاع المعدنوس انا ما نطيشهم اش يعني نعمل بيهم كي نقص المعدنوس العراف نحطها معا جاها ونزيدهم في نفس البلاء تقدرو حتى تربطوا المعدنوس لي ما عندوش العراف كبار تاع المعدنوس هادا يقدر يربط شوية تربطوا شوية معدنوس وتحطوه في البلاء تاعكم ولا عراف تاع معدنوس برك نزيد هنا يا نحط كمية من الماء نحط فهام اللح في الفلك حل مغرف كي ما قلت شوفه نص مغرف صغير عزين جبيل وهنا يا معكر احلو وعادي تقدرو تاني تزيدو الحار انا ما حبيتش نكتر درك الحار حطيت بما اني حطيت في الحشوة يعني ساي هنيا عندي زيتون فيولي كي ما قاعدين نشوفو حطيتو هنيا يمض طعم مليح في الوصفات تاعنا ويتمازج يعني يجي مليح مع الاسماك حطيت زيتونة بالفوق وغطيتو هنيا بالبابيا اليمنيوم وحطيتو في الفرن ربع ساعة او الاقل مربع ساعة نحية خليتو نحية العليمنيوم وخليتو يكمل يضحمر طبقتي عنا واجد جنيه ما شاء الله حتى في البنة انجام ما شاء الله ان شاء الله هالوصفة تاعليوم تعجبكم وتجربوها وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة ونقول لكم نتلقوا الى وصفات اخرى ان شاء الله ونقول لكم سلام اشتركوا في القناة